بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد عياد ان شاء الله اننا ارضى حلقة جديدة من التصميم باستخدام سوردوركس في الحال فاتكلمنا عن ازاي ممكن نعمل تبديل عنصر من عناصر الرسم من غير ما نأثر بعد كده على اللي موجودة داخل بقى التصميم وعرفنا برضو ازاي نعمل ادت للينير سكيتش باترن والسكيتش باترن وكمان نعمل تعديل على بعد ما انتهينا من رسم النهاردة برضو ان شاء الله نكمل في ادوات تانية في الرسم وطبعا هنقول تاني ان احنا اتكلمنا عن ان في ادوات كتير من اللي نستخدمها في التصميم هنتكلم عنها بعد ما نتعمق في المجسمات فاحنا حاليا بدأنا من حلقتين او تلات حلقات تانية ان نتكلم عن الادوات دي هنكمل تاني مع بعض النهاردة فيالله بنا كده نروح نعمل قبارة جديدة على ونبدأ نشتغل عليه قرارة هناخد سكيتش جديدة على هنخليها برا عن شكل مربع هنخلي الالله كلها اكول وهنخلي الماس خمسمية وهنعمل برضو ده بس الشكل لتوضيح اللي هنعمله بعد كده هنخلي مسافة خمسمية اوكي وبعدين بقى ممكن نيجي على السطح ده وناخد مسلا سكيتش تاني باي شكل وليكن مسلا شكل برضو المستطيل الشكل ده وممكن ناخد برضو شكل سلط يعني اشكال بس هنبين عليها فكرة معينة ممكن شكل برضو تاني زي ده بالشكل ده وبعدين عملنا هنخلي بقى بلايند بمسافة مسلا متين اوكي تمام انا بقى عند دلوقتي مجموعة عناصر من اللي استخدمتها في سكيتش القطع ده دلوقتي وعايز ااخد مجموعة منهم مش العناصر كلها اعمل بيها سكيتش جديد على سطح تاني بينفع الكلام ده اه طبعا قبل كده قولنا ممكن اعمل سكيتش جديد على اي سطح مسلا موازي وبعدين اعمل للعنصر ده لكن انا النهار ده بقى نتكلم على طريقة تانية ان انا هاخد برضو مجموعة خطوط واعمل بهم سكيتش جديد بس هنا الاداة اللي هنستخدمها فيه شرط لازم اعمل العناصر ده اما على نفس البلان او على بلان يكون موازي يعني مسلا لو هو على السطح ده هشتغل مسلا على السطح ده او على بلان مسلا زي الفرانت بلان او اي بلان اكون انا انشأته موازي ليه البلان ده لكن ما نفعش ااخد على بلان تاني غيره باستخدام الادا دي في ادوات تانية بنستخدم بها نقل الرسم ما نتقيطش بالبلان احنا هنتكلم النهار ده على ازاي هنقل على بلان موازي فلو رحت على سكيتش القطع وعملت ايدة سكيتش وجيت على العناصر دي ومسلا انا عايز اخد الخط ده وده 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 بس مش اخد غيره هعمل الكلام ده ازاي لو رحت على تولز سكيتش تولز وبعدين بروح على كريت سكيتش فروم سيليكشنز اعمل سكيتش من العناصر اللي انا حددتها دي طب لو انا اخترت كده بس وقولت اوكي ايه اللي حصل الله حسد كده ان في سكيتش جديد اتنشأ هنا تاني لو عملت اجزد سكيتش هو عمل لي خلاص سكيتش جديد اللي قدامنا ده بس هنا اخد بالنا بقى من حاجة ان السكيتش ده اتعمل على اي بلان على البلان ده عملنا ايدة للسكيتش ده السكيتش ده اتعمل على البيلان ده عالسطح ده كده طب انا بقى لو عايز اعمل الكلام ده على اا سطح تاني مش على البيلان ده هعمله بقى على بلان جديد موازي برضو ازاي هقفل ده خالص وخلنا نمسح ده ما عملناهوش هروح برضو هعمل ايدة للسكيتش وهختار برضو العناصر ولياكم مسلا برضو العناصر ده مسلا وهختار معهم البيلان اللي انا هشتغل عليه بس يكون موازي زي ما قلنا اما يكون مسلا سطح زي ده او مسلا هنا ممكن اشتغل على ان هو الموازي او على بلان اكون انا مجهز وخلنا مسلا لو هنشتغل على السطح ده فهختاره معايا كمان كده الشكل ده كده يبانا انا اخترت الخطوط الاربع خطوط وخترت معايا السطح ده لو رحت برضو على سكيتش تولز كريت سكيتش فروم سيليكشن اوكي هو على طول هيفهم ان السطح ده هو بلان ودي الخطوط بقى عندي هنا سكيتش اقدر برضو اعمل عليه تعديل في اي وقت مش بس كده اقدر كمان اعمل تعديل للبيلان بتاعه في اي وقت اللي انا اشتغلت عليه يبانا دي كده اول اداة معانا النهاردة تعالوا بان اتكلم تهم كمان عن اداة مهمة جدا من الناس دايما بتسأل عليها دايما الناس كده يقول مسلا انا عملت كنت شغل على سكيتش وعملت بفيتشار وخلصت وبعدين جيت اعمل تعديل في السكيتش ففجأة كده لقيته بقول لي ان السكيتش ده فيه مشكلة مش عايز تشتغل عليه طيب تعال كده لو روحت على السطح ده مسلا وعملنا سكيتش وخدنا برضو فيه مسلا وليكن مستطيل بالشكل ده تمام وبعدين جيت عملت بيه السكيتش ده كده بمسافة وليكن خمسين بالشكل ده عملت بيه اوكي تمام مفيش اي مشكلة طب لو انا جيت بقى روحت على السكيتش ده كده وبعدل انا شغال بعمل تعديل في السكيتش ومن غير ما اخوا بالي كده فجيت عملت خط صغير اوي كده في منطقة زي دي وما خدتش بالي مني وبعدين وانا بعمل اجز سكيتش فليت وبيقول لي في المشكلة زهر بتحصل طبعا بنشوف كتير او الرسالة دي فبيقول لي اا بيديني بقى الخيارات هو انا بيقول لي كان نقط انا مش قادر اعمل اعادة بناء تاني بالسكيتش ده طب ليه زا سكيتش هاز اه ابروبلم زاد في هنا اا مشكلة في بتمنع ان انا ارجع تاني اعمله بنجاح طب ايه الخيارات اللي قدامي لو انا عملت اجزت زا سكيتش اند ريبلد انيوي يبا انا بقول له اعمل على اي وضع وطبعا هلاقي الارور بتاعي موجود ايما بند انا اشتعر على الخيار التاني اللي اقول له شوف لي المشكلة عن طريق فحص اللي بتاعي فهاختر مسلا ده ايه اللي هيحصل طبعا على طول عرفت ان انا عندي مشكلة هنا في الكاتل اكستروت وهنا برضو في عندي مشكلة فيه اللي سيجدى اللي بيفتحه لي هنا بقى دي الادابة اللي عايزين نتكلم عنها اللي هي دي اللي انا اصلا في اي وقت قدر استخدمها مش شرط يكون طلعالي عن ايرو ان انا اعمل اا اصلاح بتاعي هلاقي على طول كده الفتح للعدسة هنا ومحدد لي على الجزء ده لو انا لغيت العدسة بيزوم لي على قد الجزء ده بس هو هنا محدد لي ان فيه هنا في مشكلة خطة لو فتحت العدسة بيكبر لي عليها علشان هنا برضو اقدر انا اكبر واشوف اهو واخش ده العدسة كده وازون بالسكرول واخبر واشوف المشكلة بتاعي طب ايه تاني كاتبقولي هنا جايب لي هنا بيقولي الوصف بتاع المشكلة فيه عندي هنا اا يعني زي ما احنا شايفين كده اللي قدامنا انا عندي خط ركب فوق خط تاني فده يمنع ان يتم تاني يبقى ايه حل المشكلة اهو هنا اداني وصف المشكلة حل المشكلة بتاعنا بقى انا لما لقي عندي وصف مشكلة بيقولي اني عندي اا اوفرلاب فيه كنتوريب بحل المشكلة ان انا همسح الخط ده الخيار اللي هنا ده اللي هو وحاطط لي هنا قيمة هنتكلم عنه دلوقتي في حاجة نعرضه فقط خلينا احنا في المشكلة اللي قدامنا ده حل المشكلة ان انا همسح الخط لو انا همطلق على الخط ده تمام وحددت وكده وعملت له وجيت عملت هنا تاني مشكلة اتحلته اوكي لو انا عملت خلاص ما تبقاش عندي مشكلة طيب عايزيني شوف موضوع الجابس ده لو رحت على تاني عملت بعدين جيت هنا كده خليني مسلا خط خط هنا بالشكل ده كده مسلا وخط تاني بينه بعض وهنا مسلا يعني حاجة بس هنقطع بها كده حاجة في تمام وبعدين جيت آآ خلي المسافة بينهم وليكن واحد ملي متر عشان بصي الموضوع يبان اكتر وبعدين هنيجي نعمل هنا كده تمام بقى عندي هنا قطع في طبيعي ان انا لو جيت عمل مش هاجتعي طب احنا بقى من غير ما نعمل ده انا هروه عامل للسكتش تمام مش شايف مشكلة صح كده اه ولو عملت برضو هيجي لي كده هو مش شايف مشكلة ليه هو بقى مش شايف مشكلة مع ان انا عندي قطع هنا في العشان الجاب ده انا عندي هنا بقوله شوف الجابات اللي اقل من وعطط له القيمة دي اللي اه ده مسلا سبعتاشر من مية طب انا اصلا انا عارف ان انا اعمل جاب هنا ملي انا هنا بقى اوضح لك الموضوع ده علشان لو انت قبلتك المشكلة دي وجيت قلت انا فتحت بقول لي ما فيش مشكلة ما اكتفيش بالقيمة اللي انا شايفة انا لازم اعدل على القيم افرض انا الجاب اللي عندي اكبر من كده فابدأ ازود اهو لما الجاب جاب واحد ملي متر بدأ يبقى عندي المشكلة اهو اه بدأت المشكلة بقى عندي هنا بدأ هنا على طول يجيب لي فيه وصفه للمشكلة فيه جاب ما بين نقطتين طب لو رجعت قللت بقيت اهل من واحد ملي متر اللي احنا كنا عمله وهو مش بين المشكلة فانا عايز اقول لك ان انا لو انا عامل جاب انا ممكن ما يكونش شايفه مش عارف ام تقدام انا مفيش قدام القيمة انا عملته وانا بعدل في السكتش حصلت مشكلة فيه ما خدتش بالي منها وخلاص على كده طب جات فتحت الريبير السكتش لقيته ما بيقول لي ما فيش ايه مشكلة نوع بروبلم يبقى انا ما اكتفيش بكده اقلل وزود لان برضو ممكن اقلل لان ممكن يكون الجاب اقل من كده يعني مسلا هو هنا بنقول سبعتاشر ممية ممكن يكون هو الجاب اقل من كده كمان بكتير لدرجة ان هو مش باين فعل بالسكتش وده بنقبله كتير اول فانا بفضل طبعا انزل لحد اقلل حاجة خالص اشوف مشاكل مفيش بزود برضو ممكن يكون في جاب كبير انا مش شايفه اهو بمجرد ما اصلت اه خلاص باين عندي ان فيه طب حعل المشكلة واجاب لي المشكلة حلها هقول له او اعمل ووصل ل النقطة تنضل ببعض اعمل تاني خلاص مفيش مشكلة يبقى انا كده بتاعي صح تمام يبقى احنا كده عارفنا النهاردة ازاي نعمل جديد من مجموعة عناصر محددة في تاني وعرفنا برضو ازاي نعمل للسكتش ونعدل اي مشكلة بتقابلنا داخل السكتش بكل بصوت يا ربا يا جماعة اكون كان الموضوع النهاردة سهل لو في اي مشكلة قابلتكم اكتبها لي في التعليقات ابع تعالى الرابط اللي ساقل لكم في صندوق الوصف لوابك الفيديو اعمل لايك اعمل مشاركة الفيزيز وشترك في القناة فعل الجرس عشان او صلاة الله كل جديد كان معكم محمد عيات سبحانه كلامه بحمدك اشهد ان اللي اللي انت استغفرك واتوبوا اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.